أكيد كلنا نفسينا نبقى سعدة نفسينا نبقى سعدة في علاقاتنا ونعرف إزاي نختار صح يا مشوار طويل قوي أول ما قول نعرف إزاي نختار صح ناس كتير قوي بتتناهي تقول آه ده ده سؤال صعب طيب ولو قابلتنا في حياتنا تجربة وممكن تكون التجربة دي نكحة نعرف إزاي نعديها وما نقفش قدامها نعرف إزاي لو وقعنا وانكسرنا نعديها برضو وما نقفش قدامنا دايما يقولك إيه اللي بيفكر بعقله هو ده الناصح النهاردة كلامنا كله هيبقى بالعقل ليه زي ما بيقولوا زمان جدودنا وأهلينا العقل زينة الإنسان اللي يعرف يحكم عقله وما يسيبش عوطفه هي اللي اتحركه في كل حياته دايما الكسبان عارفة دلوقتي في ناس كتير قوي بتشوفني دلوقتي وبتسمعني وبتقول بينها وبين نفسها كده إن أنا لأ يا ريت يا إيمان أنا ما بعرفش حكم عقلي أنا طول الوقت بحكم مشاعري هي اللي بيتحركني في كل حاجة أنا بقولك أو بقولك أنتوا أكيد محتاجين تتابعوا الحلقة بتاعت النهاردة وتتفرجوا عليها كلها وما تفوتوش حتة واحدة منها لأن احنا النهاردة هنتكلم عن الزكاء العاطفي والاجتماعي لتنين